أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء على أهمية وضع مصطحة وأمن واستقرار المنطقة كأولوية بما يرفض مسارات التنمية والإزدهار ويسهم في دعم الجهود الدولية لتعزيز مساعي السلام العالمي التي ستلعكس آثارها على دول وشعوب المنطقة وأشار سموه للأهمية التي حققها منتدى حوار المنأمة لترسيخ ذلك من خلال ما يشهده من طرح أفكار ورؤى تسهم في رسم الصورة المتكاملة للعمل الدولي المشترك في مواجهة مختلف التحديات جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد مسهور برزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق وذلك في إطار أعمال منتدى حوار المنأمة 2021 حيث رحب سموه برئيس وزراء إقليم كردستان العراق وأنوها بما يجمع مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقة من علاقات طيبة وحرص على مواصلة تعزيزها على مختلف المستويات بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وخلال اللقاء تم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة مختلف المحاور التي تطرق إليها منتدى حوار المنأمة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا ترجمة نانسي قنقر